السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درس جديد اذا كنت المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لا تنسى يشترك بالقناة قدما تتابع الفيديو تأكد انك ضغط على زر اشتراك وانفعل زر التنبيهات ليصلك كل يوم فيديو جديد نتحدث في هذا الفيديو عن مراجعة تدريبات عن كيفية استخدام افعال الكون باللغة الانجليزية من خلال تمارين وتدريبات بالتالي اصطيع ان استخدمهم بشكل صحيح من اللغة الانجليزية لانه تعتبر من اساسيات الافعال في اللغة الانجليزية ويجب معرفتهم وكيفية استخدامهم بشكل صحيح تابع معاين نهاية الفيديو هناك الكثير من التدريبات والمعلومات المهمة في اللغة الانجليزية كما نعلم افعالكم am is are دائما i تستخدم معها am he she it نستخدم is we you they نستخدم معهم are تكلمنا قبل شكل مفصل ايضا is مع المفرد وare مع الجمع الحيب يرجع في فيديو سابق تكلمنا عن افعال كون بشكل مفصل لكن في هذا الدرس فقط نستخدم تدريبات عن استعمال افعال الكون اذا i am he she at is we they are مع المفرد is مع الجمع are i space فراغي يعني not at home انا لست في المنزل كيف استخدم افعال كون بهذا الحالة انتبه لي الفاعل الفاعل هو ليحدد فعل الكون المناسب اللحظة في ذاته الجملة i عند اذن استخدم am اذا تصبح i am not at home انا لا اكون في المنزل او انا لست في المنزل ممكن اختصرها i am not at home لكن لا سعنا اقول i am انت بهذا الشكل اذا هذا خطأ not لا تستخدم مع am كما نعلم not اختصرها بدلنا حرف الاو اضع ابوستروفي اتبعها ب t فقط بدل الاو اضع ابوستروفي we in a cafe نحن نكون في مقهى لحظة ذاتها جملوية مع وي نستخدم are we are in a cafe نحن نكون في مقهى ممكن اختصرها where in a cafe بدل عن الاو اضع ابوستروفي اكمل re where in a cafe it saturday today انه يوم السبت اليوم الحسب friday saturday sunday monday tuesday wednesday thursday friday الحسب اليوم it saturday today انه يوم السبت اليوم اللاحظ يجب ان اضع فعل في هذا الجملة وهو يكون مع it is it is saturday today اختصره بهذا الشكل it اتبعه باباستروفي s تصبح it's saturday today my grandparents space not sad يعني اجدادي ليسوا حزينين لاحظ s الجمع دائما مع الجمع استخدم are my grandparents are not sad اجدادي ليسوا حزينين my brothers name space احمد يعني اسم اخي لاحظ هنا ابستروفي s اسم ملكية اسم اخي يكون احمد لاحظ name مفرد عند اذا نستخدم is my brothers name is احمد my brothers at work لاحظ الس الجمع عند اذا نستخدم are my brothers are at work اخوتي يكونوا في العمل i tired انا متعب لاحظ دائما معاي استخدم am i am tired انا اكون متعب you nice you نستخدم معها are you are nice يعني انت تكون جميل ممكن اكلم بنت انت تكون جميلة او مجموعة اشخاص انتم تكونوا جميلين وهكذا هي في الغرفة اذا نستخدم معا she is she is in the room my brothers name is احمد my brothers are at work i am tired you are nice she is in the room it called today انها بارد اليوم نستخدم معا it is it is called today انها تكون بارد اليوم يمكن the weather is called today الجو بارد الجو يكون بارد اليوم here you are you نستخدم are here you are تفضل اذا here you are تفضل او خذ اليك هذا here you are my name is اسمي احمد their names لاحظة كان عندنا جمع نستخدم are their names are احمد and سامر it nice to meet them it is it is nice to meet them انه من الجميل ان اقابلهم الى من الرائع ان اقابلهم كالد ان احمد خالد واحمد لاحظ جمع لماذا لانه صار اثنين they بالانجليزي اكثر واحد بيكون جمع عندي اذا نستخدم are student كالد and احمد are student احمد وخالد يكونوا طلاب اي اي سبيس ثرستي انا اكون عطشان دائما مع اي نستخدم ام اي ام ثرستي my my friend and i صديقي وانا وكل شخص يظن قبل الفراغ i يضع am وهذا خطأ لأن الفاعل جمع دائما اذا شفنا and معاها صار جمع هذا الحال نستخدم are يعني انا وصديقي are لا نقول my friend and am هذا خطأ لماذا الفاعل جمع حالة الجمع نستخدم are my friend and i are happy انا وصديق نكون سعدان the house big المنزل is big المنزل كبير لاحظ house مفرط عندذا نستخدم is the trees green الاشجار are green الاشجار تكون خضراء the camel hungry الجمل جاع الجمل مفرد نضع is لو كان جمع the camels نستخدم are he and she good هو وهي are good هو وهي جيدين i am thirsty my friend and i are happy the house is big the trees are green the camel is hungry he and she are good بهذا الشكل اللي تكلمنا عن verbs to be افعال الكون لدينا ثلاث افعال الكون am is are جميع احبب معنا يكون لكن i نستخدم معها am he she it نستخدم معها is يعني he is she is it is we they نستخدم معها are يعني we are you are they are ودائما مع المفرد نستخدم is ومع الجمع نستخدم are كيف يعني اذا كان بداية الجملة كلمة جمع نستخدم بعدها are واذا كان في الجملة مفرد نستخدم بعدها is دائما الجملة لا يكون هناك فعل واضح في الجملة يكون عندها اذا استخدم فعل كون am is are مثلا انا طويل i tall هذا خطأ يجب أن نضع فعل كون i am tall he tall هذا خطأ يجب أن نضع فعل كون لماذا؟ اي جملة انجليزية يجب أن تحوي على فعل he is tall they tall يجب أن نضع فعل كون they are tall وهكذا هذا الشكل النهيينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن تدريبات عن استخدام فعال كون اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته